خلينا نروح للخبير التحكيمي والخبير الدولي الكبير الكابتن ناصر عباس إذا كابتن ناصر تحياتي كابتن إسلام وتحياتي الدفاق الكريم كابتن وحشنا كابتن ناصر بألك فتر أهلا بيك والله عزيزي كابتن الإسلام أنا انت وحشني جدا جدا ونفسي أدي أقعد معك أعمل حلقة لأنه عندنا حاجات جميلة جدا جدا مش بس للتحكيم المصري كابتن إسلام ولكن نكلم على التحكيم العربي يعني حاضر بقوة في هذه البطولة بحقيقي ولكن الحقيقة أنا مش شايف غير التحكيم المصري يا كابتن ناصر ومش شايف غير أن أنا بحي كابتن أمين عمر مش شايف غير أن أنا بحي كابتن محمد عدل على أداءه حتى من 5-6 دقايق معرفش الـ 5-6 دقايق اللي حصل فيهم إيه ولكن بحي كابتن محمود البنة بحي كابتن محمود عشور بحي كابتن أبو الرجال بحي كل المجموعة اللي بتمثل مصر خير تمثيل الحقيقة في بطولة كأس لهم الأفريقية من البطولات الجميلة جداً يا كابتن الإسلام أولاً إحنا عندنا سبع حكام زي ما تحتاج عارف عندنا ثلاث حكام ميدان واثنين حكام مساعدين وعندنا كمان اثنين حكام في البهر حي السبعة الحمد لله ملاك الحمد والشكري يعني حمد ربنا يمكن أفضل بطولة في البطولات الأفريقية تحكيم المصري حاضر بقوة حي مباراة الإفتاحة كابتن الإسلام التحكيم المصري مش بس ظهر هنا كمان في أفريقيا ولكن كل الدنيا شافت أمين عمر في هذه المباراة اللي أعتقد عمل كل حاجة حلوة كابتن الإسلام يعني بتقدر تقول إن هو كان عنده كراءة مستقبلية لطرق اللعب في المباراة الإفتاحية بتلاقيه بيروح في المكان اللي هو بيتوقع فيه إن يكون في حدث بتلاقيه موجود عنده كراءة للعب عنده شخصات تحكمية مجهود بدني مش عاوزه لحبك يعني يساوي يعني أفضل اللعبين في المباراة وربنا كان موفقه الحقيقة كابتن ناصر في اختياره للأماكن واختياره للوقت الصفارة ولم يلجأ كابتن إسلام للفار ودي مهمة جدا 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 في ترقييم الحكم في التحادل الفريقيا يشوف الحكم هل هو لجأ للفار كم مرة ودي كمال بتقلل من درجاته أمين عمر في هذه المباراة لم يلجأ للفار كان موجود وكان لي شخصية تحكمية متفردة فرض شخصيته ودي قناعات للعبين ودي قناعات للكل سواء كانت لجنة الحكم في أفريقيا أو لتحادل الدولي كل الناس كانت مبغورة به هو عاوزه لحاجة بس مهمة